إلى العاشرة صح؟ موضوع النسيان هو من أب صباحنا على اليوم الذي اخترنا من خلال معالجة المشكل أو الظاهرة التي صار يعاني منها الآن العديد من شباب هذا الجيل فيما مضى كنا نرى نسيان بالتقدم في العمر لكن الآن صارنا نحن شباب ونشوف كثير من شباب ينسوا أسماء ينسوا أرقام ينسوا مواعيد ينسوا نفسهم أحيانا في ظل كثير من المتغيرات التي سنعنجوها مع بعض ونتعرف عليها من خلال لحضور الدكتورة دراحيمونية الأخسائية النفسانية والمعالجة بالطاقة الحيو صباح النور وصباح الخير لكل المشاهدين كما ذكرت منذ قليل دكتورة أنه صارنا نحن شباب في كثير من الشباب من جيل الحالي ننسوا نتحرصوا للنسيان بداية الخير نعرفه النسيان كحالة إن كانت نفسية مرضية كيفش نصنفوها نعم أولا قبل كل شيء أن النسيان هو أن الإنسان لا يملك القدرة على تذكر الأشياء وهذه الأشياء إما تكون لديها علاقة بالأماكن وهنا يمكننا ربطها بالذاكرة التي تقوم بتخزين يعني المسؤول عن تخزين الأشياء التي تشير لنا إلى المكان لأن في الذاكرة هناك تقسيمات عديدة كل جزء منها يخزين أشياء محددة الزمن الأسماء الأسماء يعني تقسيم سبحان الله هذه نعمة من الله عز وجل كأنه أرشيف كل شيء يعني محفوظ محفوظ بترتيب رهيب ودقة يعني سبحان الله فالنسيان هو الإنسان يصبح ليس لديه القدرة على التذكر يعني وكأن الشيء لم يحدث نهائيا يحاول 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 بقدر الإمكان أن يتذكر ذلك الشيء لكنه لا يستطيع وكأن يعني الحدث من أساسه لم يحدث أصلا والنسيان يمكن أن نصنفه إلى جانب نفسي ويمكن أن نصنفه إلى جانب مراضي يعني عضوي عضوي إذا ما اتصل بحوادث أو صدمات كحوادث المرور أو سقوط على الرأس يعني سقوط أو عدم توقف الخلايا والأحصاب عن العبل أو توقف أو خلل في وجود الهرمونات والغدد المسؤولة على العمل الذاكرة أو عن عملية التخزين لكن من الجانب النفسي يمكن أن نضع له سبب يمكن أن يكون بسبب صدمة نفسية يعني هذه الصدمة النفسية تركت أطرا رهيبا في نفس الإنسان وبالتالي لا يمكن يعني يفقي تلك القدرة النفسية وليست العضوية يعني من جانب العضوي كل شيء سليم لكن من ناحية الوظيفة الجانب النفسي لا يسمحه لوظيفة العضو بالقيام بمهامه من تذكر لأن رغبته يعني توقفت عن تذكر مثلا حوادث الماضي أو الحوادث التي حدثت قبل تلك الصدمة وبالتالي يعني هؤلاء الأشخاص لابد لهم من علاج نفسي نرجع لمعدل العمر بما أنه نركز من خلال ملف صباح النهر اليوم عن فئة الشباب اللي صاروا يعنيوا من هاته الظاهرة اللي كانت منتشرة عبر الأوساط العديدة من شبابنا وشي الأسباب التي نقيس من خلالها هاته الظاهرة التي صارت تمس شباب هذا الجيل نعم هو في حقيقة الأمر النسيان يعني أمر نشهده في الواقع عند الكبار في السن من المفروض من المفروض حتى هناك مقولة تقول تعليم الصغار كالنقش على الحجار وتعليم الكبار كالنقش في البحار يعني لا يتسجل نهائيا ولا يخزن نهائيا لكن القضية التي نناحدها الآن شباب يعني في مقتبل العمر ينسى هنا السؤال يعني يطرح نفسه لماذا هذه الكارثة التي يعني وصلنا إليها لماذا لأن عملية التذكور هي من العمليات العقلية التي لديها القيمة والاعتبار الكبير في عمل الإنسان ووظيفته وعلاقاته يعني الإنسان الذي ينسى بصفة مستمرة هذا يعرقله كثيرا في كثير من الأشياء ويضيع وقته وربما حتى يعني عمل مهم بالنسبة له أو موعد مهم قد ينساه أحيانا كثيرا في إحراج أيضا نعم يضع في مواقف يعني محرجة في العلاقات ربما تسوء علاقته بسبب هذا النسيان الحقيقة أن هناك عدة أسباب للنسيان من بين هذه الأسباب التي يعني نحط عليها أو نخطها بسطر بالنسبة لنسيان الشباب أولا قلة النوم لماذا؟ لأن عمل الذاكرة يرتكز على نظام محدد هذا النظام المحدد هو يتعلق بالنوم في فترة زمنية محددة والاستيقاظ في فترة زمنية محددة يعني وكأن الوقت الذي نستغله في النهار تقوم الذاكرة بالتقاط فقط المعلومات وليس تخزينها التقاط فقط عندما الإنسان ينام باكرا مثلا على الساعة العاشرة عمل الذاكرة تبدأ بفرز الملفات التي استدخلتها في النهار من معلومات وتقوم بتخزينها إذا الإنسان مر على هذا الوقت ولم ينام فعملية التخزين وكأن هذه الوظيفة تلغى تماما هذا هو السبب الأول الخاص بالنوم كذلك هناك ما يسمى بالغدة الصنوبرية والغدة الصنوبرية الموجودة على الأذن هذه الغدة من حكمة الله عز وجل وهي مرتبطة بجهاز المناعي ومسؤولة كذلك على عملية التذكر ومساعدة الدماغ على العمل الجيد من ناحية إرسال المعلومات واستقبل المعلومات تنسيق نعم سيلة العصبية تكون بوظيفتها الجيدة هذه الغدة الصنوبرية يبدأ عملها من العاشرة ليلا أول شيء وتاني شيء أنها لا تعمل إلا وفق شروط من بين هذه الشروط لا توجد إضاءة فإن وجدت إضاءة لا تستطيع العمل هذه الغدة الصنوبرية مع مرور الوقت يصاب الإنسان بالاكتئاب والاكتئاب كذلك لديه علاقة بالنسيان فالإنسان الذي يكون في حالة اكتئاب نفسي لا يتذكر شيئاً لماذا؟ لأنه في حالة الشروط الدهني الداخلي وليس الشروط الدهني الخارجي وعليه فإن السبب الأول الذي نضعه عليه خطاً هو قلة النوم والإرهاق والإجهاد ويعني لا يخفى على المشاهدين الكرام أن الإنسان في قلة النوم عندما يحدث إجهاد إجهاد الإنسان يغلب عليه النعاس ولكنه لا يستسلم للنوم ضخات الدم تقل إلى القلب وتقل في اتجاهها إلى الدماغ وبالتالي نحن نعلم بأن الدماغ يتغضى من الغذاء الذي يرسله له الدم من أكسجين وأغذية أخرى فإذا الدم لم يذهب إلى الدماغ هنا كثير من الوظائف وليس فقط عملية التخزين والداكرة تلغى والإنسان عندما ينام بجهد جهيد قد يحدث له ما يسمى بظاهرة اختناق التنفس اختناق التنفس التي نعرفه من خلال الإنسان الذي يصدر صوت الشاخير هي عملية اختناق التنفس وهي فترة من الزمن لا يصعد فيها الأكسجين إلى الدماغ ونحن نعلم بأن الخلايا العصبية تتغضى على الأكسجين بصفة كبيرة إذا لم تتغضى على هذا الأكسجين يحدث موت آلاف الخلايا ومعلومة مهمة جدا أن كل الخلايا تعوض في الجسم إلا الخلايا الموجودة في الدماغ لا تعوض البتا كذلك هناك ما يسمى بنقص فيتامين بي وبي دوز عندما ينخفض هذا الفيتامين الإنسان يصبح لديه شروط دهني ويصبح غير قادر على التذكر أو حتى تخزين المعلومة أو حتى استقبالها يعني عندما نتحدث معه يكون هو فيه وكأنه في عالم من آخر لا يستطيع التركيز من القاوة هذا البي دوز؟ بي دوز هناك أدوية وهناك أطعمة متعددة فيها هذا الفيتامين ومن هنا نأتي إلى سبب آخر هي طبيعة الغداء الذي نتغدى غداء ليس صحي يعني مئة بالمئة وخاصة عندما ننظر إلى الشباب كلهم يتغدون في الخارج نعم وهي أطعم نصتها النقل سمومها أكثر من منافعها وبالتالي طبيعة الغداء لا تشجع الدماغ على القيام بوظيفه على أكمل وجه كذلك كثرة المشاكل والإنشغالات يعني وتشتت الدهني تجده يريد أن يقوم بعمل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا التشتت الدهني يجعل طاقة الإنسان موزعة يعني على عدة توزيعات وبالتالي لا يستطيع أن يتذكر كل التفاصيل طيب دكتورة بذكر التفاصيل علش نلقاه شخص مثلا عنده مشكلة فقط وهاجس في تذكر الأرقام نعم هناك شخص آخر نسيان الأسماء الأسماء وشوشي لي خلق هذا التفرقة نعم لا يخفى عليك يعني أخي لطفي أن هناك ما يعرف بصعوبات التعلم وصعوبات التعلم موجودة كذلك عند الكبار لكننا لا ننحضها يعني لو لم يكن الإنسان يعني متخصص في هذا الجانب لا يعرف بأن هذا الشخص لديه صعوبة من صعوبات التعلم من بين أطار السلبية لصعوبات التعلم أن هناك تقسيمات لأفراد هناك من لا يتذكر الأرقام وهناك من لا يتذكر الأماكن وهناك من لا يتذكر الأسماء وهناك من لا يتذكر الحوادث التي كانت مرافقة للألم مثلا موت مرافقة للألم لا يتذكره نسيان تام لماذا؟ لأن هؤلاء الناس لديهم يعني ميزة أو خاصية تميزهم عن الآخرين يعني هو الإبحار في عالم التصورات أكثر من الإبحار في العالم الواقعي وهذه ميزة سلبية أو ميجابية؟ هي ميزة المبدعين لكنها في الحقيقة يعني تؤثر على صاحب هذا الشخص الذي يعاني مصعوبات التعلم في علائقية لماذا؟ لأن عندما تكون في حوار معه يتوقف في النقاط الأولى فقط معك في الحديث ثم تلك النقاط يحولها إلى تصورات داخلية ولا يتابع الحديث معك وبالتالي عندما تقول لها متى تطرح له السؤال في آخر الحديث يجيبك جوابا ليس لديه علاقة أصلا بكلامك يبتعي عن كل الموضوع نعم وبالتالي يخلق سوء علاقات يصبح غير فاهم للموضوع وليس هناك تواصل علائقي جيد بسبب التوهان في العالم الداخلي لعالم التصورات والإبحار فيه وبالتالي هؤلاء لديهم أصناف متعددة هناك قلت لك من ينسى الأماكن والأرقام والأسماء أوش هي النصائح والتوصيات التي يمكن أن نفيد من خلالها كل الأشخاص يعانيوا من ظاهرة النسيان نعم أولا الخاصية الأولى أو النصيحة الأولى التي أشدد عليها وأندد عليها بشدة هي النوم مباكرا وعالم استعمال الأجهزة الإلكترونية لماذا؟ لأن الأجهزة الإلكترونية نحن نعلم بأن الإنسان كلما اتجهنا في الليل جهاز المناعة ينقص في عمله وطاقة الجسم والعقل كلها تنخفض لماذا؟ كي يتهيئ الجسم للارتياح وبالتالي إذا الإنسان يعني الكمية القليلة من الطاقة الموجودة في جسمه يبعطرها ويستنزفها من خلال الأجهزة الإلكترونية كالموبايل فهنا بالتالي كأنه استنزفها يعني صفر طاقة وبالتالي العمليات العقلية كلها تتوقف ليس فقط التذكر كأنه سيارة واحد يكون يمشي سنك يام باش يرح يستسيوني لازم ينقص في عملتاز نعم حتى يكون ركود كلي نعم أو كأنه بنزين يعني هو في نهايته وأنت تريد أن تمشي طريقا طويل فلا يوصلك إلى هذا الطريق الطويل وخاصة مرض الألزيمر أصبح يعني يصب الأشخاص يعني يعني سبحان الله في فئة عمرية يعني صغيرة جدا لماذا؟ لأننا نحن بأيدينا دمرنا هذا الجسم وخاصة الدماغ الذي هو يعني جهاز دوقي معالي هل من طرق لتشغيل وتحريك الدماغ؟ نعم أكيد أطينا على السريع أول طريقة يعني لأذهب كثيرا القراءة وخاصة حفظ القرآن حفظ القرآن لديه طاقة عالية جدا تجعل من الخلية الدماغية لديها يعني قدر على التركيز لماذا؟ لأن القرآن يتمشى مع فطرة الإنسان الذي خلق عليها وبالتالي القرآن يعيد الجسم في تكوينه وإعادة برمجته من جديد على الفطرة التي فطرنا عليها الله سبحان الله يقولوا لي حافظ ستين حزب لنصاب باللغة نعم لماذا؟ لأن هناك سر كبير جدا في قراءة القرآن وكل أسرار اكتشفناها معك اليوم دكتورة شكرا بارك الله نورتينا بإطلاع لك وستفدنا كثير من الموضوع اللي اخترته هنا دراحي مونيا وعالجة بتاقة الحيوية وإخصائية نفسانية